وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكولاً للتعاون مع جامعة الدلتة بمحافظة الدقهلية يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية بمختلف كليات الجامعة لأهل الدلتة فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بروتوكول جديد توقعه مؤسسة حياة كريمة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة بروتوكول التعاون جاء مع جامعة الدلتة للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية ويقدم البروتوكول خدمات البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعة لأهالي قرى حياة كريمة بالإضافة للخدمات الطبية والعلاجية وخدمات الاستشارات الهندسية للمساهمة في المشروعات القومية للمؤسسة احنا الدور الجامعة بجوار التعليم والبحث العلمي هي تقديم خدمة للمجتمع ومساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الجامعة بتضع بتثمن طبعا الدور الكبير اللي قامت بيه حياة كريمة في العديد من الأعمال وخاصة في الريف المصري نقاط التعاون وهي توحيد الجهود من خلال تحويل الحالات الأولى بالرعاية داخل محافظات حياة كريمة لمستشفيات الموجودة داخل الجامعة والعادات الخاصة بالكلية زي طب أسنان والعلاج الطبيعي والطب جامعة الدلتا تمتلك العديد من الكليات والأقسام الطبية التي تستطيع من خلالها تقديم الخدمات العلاجية بالمجان بالإضافة لتنظيم قوافل طبية داخل القرى والاستعانة بعدد من أطبائها بالتنصيق والتعاون مع القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية طبعا عندنا في الجامعة أكبر كلية طب الأسنان على مستوى العالم واخدين جينيس ريكورد كلية طب الأسنان فيها أكثر من 350 كرسي أسنان مجهز غير عندنا في دلتا بلاس دي فيها حاجات متقدمة بالنسبة لعلاج المرضى كل تخصصات طب الأسنان موجودة عندنا طبعا كل ده مجانا يعني العلاج كله بيتم مجانا بدون ما المريض يدفع أي حاجة دي خطوة مهمة جدا أن احنا نزود الخدمات الرعاية الصحية اللي بنحاول نوفرها للمستفدين في القرى اللي بتحاول مؤسسة حياة كريمة أن يتطورها موجب بروتوكول التعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا هيتم التعاون في أكثر من مجال البروتوكول النهاردة أساسا للقطاع الطبي من ناحية القوافل الطبية وعلى بعض المرضى وبعض الحالات اللي بتحتاج تدخل في الأسنان ورعايتها البروتوكول النهاردة بعد ما نقحناه بقالنا فترة بنتفاوت فيه وصلنا لحقيقة أن احنا هنقدر من خلال جامعة الدلتا أن احنا يبقى لنا مكتب لحياة كريمة هناك علشان نتوسع في الخدمات المقدمة تبقاش خدمات طبية بس احنا بعد كده هنتوسع كمان في الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية احنا في حياة كريمة بنحرص دايما على تطوير قطعاتنا بشكل مستمر خصوصا القطعات الطبي وبنحرص دايما على تنفيذ وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة والمعنية لتطوير قطعاتنا دايما وبشكل مستمر البروتوكول يستهدف أيضا الاستفادة من مركز تعليم الكبار بالجامعة لمحو الأمية لمواطن المناطق المجاورة وتقديم المنح الدراسية للطلبة المتفوقين وحملات توعية لتعزيز مفهوم الصحة مما يؤكد الجهود التي تقوم بها المؤسسة لتوفير حياة تليق بالمواطنين في مختلف جوانب الحياة محمود جميل التلفزيون المصرية